أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أزمة قطاع الأدوية ستنتهي خلال أسابيع وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ونقابتي الأطباء والصيادلة سيتم العمل على وصف الأدوية حسب التركيبة الدوائية وليس مسميات الشركات لتفادي نقص الأدوية أنا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن يتم التنصيق الفوري مع نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة أن حتى كتابة الروشيتة وده دول كتيرة جدا بتعملها ما بيبقاش بإسم الدواء بعينه اللي بإنتاج شركة معينة ولكن بيبقى بإنتاج الإسم التحضيرة أو التركيبة الطبية العلمية وبالتالي بيتقلق التركيبة بيروح للصيدلية بيتقلق عندنا الثلاث أدوية دول اللي بيمسلوا هذه التركيبة وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ويمجرد أن هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة أو بأخرى بظروف معينة متأخرة في إنتاجه بينما في نفس اللحظة فيه نفس الدواء موجود ولكن بمسمى آخر ترجمة نانسي قنقر